أخلاق المسلم في التعامل مع القضية حتى الآن لما نرجع على قضية الآن وإن كان هناك خلاف بين طرف وطرف أو سجال أو مثل ما قلنا مراء نفرض جدلا وين تصير أخلاق المسلم في التعامل مع الموض أخلاق المسلم في هذه التعاملات كلها في أي موضوع في خلاف وخصومة ينضبط بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يسلمه وكذلك الحديث الآخر الذي ينبغي أن نقف عنده كثيرا لأنه حديث يوقع في النفس رهبة وخوف عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه الآن العرض في المفهوم الشرعي هو ليس كما يعتقد الناس فقط مسألة النسب والشرف وما إلى ذلك العرض كما قال العلماء كل ما صانه الإنسان عن الابتدال السمعة مثلا نعم السمعة ولذلك لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام يعني أصبح هذا المسلم كأنه محاط بقدسية معينة تجعل دم حرام وتجعل مال حرام وتجعل عرض حرام فلذلك السباب المسلم فسوق وقتاله كفر ولذلك الغيبة تعتبر من الكبائر الغمز والنمز تعتبر من الكبائر ليش لأن هذه كلها تمثل عرض الله الغمز والنمز طبعا يعني لي فيها تلميح وليس تصريح طبعا لأن ما المقصود بالغمز والنمز هو الإساءة الإساءة ونسبة العيب إلى الإنسان والتعيير بشيء معين كل هذه الأمور هي محرمة لأنها تمس عرض المسلم وبالتالي والله إذا كنا في مجال الخصوم وكذا راح نكسر هذه الحدود الثلاثة فما أبقى للمسلم حرمة الناس تقول حنا بشر يعني ممكن تصير بيننا للمواضيع نعم يعني الشحناء والبضل المفروض لما نتذكر نرجع أو كما قالت الآية الكريمة لا يجري منكم شنآن قوم على ألا تعديلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى لا يجوز أن تكون العداوة سبب للظلم ولا تعتبر ذريعة للظلم أبدا يعني وإن وقعنا ممكن نرجع بالضبط الشنآن هو العداوة يعني لا يجوز أن نتخذ طالما أنا داخل في عداء مع شخص ويصبح كله مباح لي كله مباح لي كما يقولون في المثل الشائع كل شيء مباح في الحرب لا طبعا هذا مو صحيح وعلى فكرة هذا الخلق مو خاص ترى بين المسلمين فقط حتى غير المسلمين الذين يدخلون في أماننا حتى أن هناك ورد حديث يقول من سمع ذميا لا يجد رائحة الجنة شنو سمعه؟ سمع ذكره بسوء الذمي 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 اللي يتحت وهو غير مسلم لكن دخل معنا في عقد الذمة فأصبح يعيش معنا في أمان وسلامه هل قضية الإقامات الآن والكفالات هي جزء من الذميات؟ نعم هي جزء من الاستئمان وعندما يدخل بلادنا ونعطيه فيزا ونعطيه تأشيره ونعطيه والدولة تعطيه إقامة فأصبح يعيش في مجتمع المسلمين ليجب أن يعيش آمنا على نفسه آمنا على عرضه آمنا على دينه آمنا على ماله إذن لا يحلنا حتى قضية أننا نجدنا؟ لا يحلنا أبدا حتى لو سرقته أو الاعتداء عليه أو عدمت يعني عطاء أولوية معينة؟ يعني له جميع الحقوق الإنسانية تحفظ له وما تقرره الدولة له من الحقوق إذا كان موظف ولا شيء خلاص يخضع عن النظام العام لا حتى قضية لو كان جار مثلا هل الآن هذا مثلا الجار؟ والله قل لا يبقى هذا مؤمن لا لا يسح يعني نتعامل معه كما تعامل رسول الله سلم مع جاره اليهودي كان يزوره إذا مرض